السلام عليكم أصدقائي اليوم أسوي لكم لحم عجين بس أنا أسوي كمية كبيرة لأنه عندنا أي دميلات الحشوة تقريبا كيلوين وأحط بصلات ثلاثة أربعة بصل بس أنتوا ما يحتاج تعملون لكمية كبيرة وأحط المقادير بعدين بالوصفة المقادير من تحت وانتوا تعملون بكمية قليلة مو بهذه الدرجة طبعا عندي خلاطة أخلي البصل بالخلاطة لازم يكون بصل ناعم الخلاطة يفرمها كلش ناعم حلو وانتوا بكيفكم متعتردون شوية ناعم شوية خشن بس يكون ناعم أحسن طبعا الحشوة حسب الضوغ اللي يحب يكون بصلها أكثر اللي يحب الكرفس أكثر مثل ما تحبون أنتوا ضوغكم وأحط فلفل حار فلفل واحدة وانتوا حسب الضوغدة تحبون الحار إذا ما تحبون واندي كرفس من الضفطة هم أخلي بالخلاطة أخلط كل المواد مع بعض وعندي قوطين قوطي الطماطة بس عندي اثنين أخلي لأنه كمية كبيرة لحشو وقوطي معجون طماطة أحط تقريبا نص القوطية لأنه كيلوين يحتاج كمية هواية واخلط كلها مع بعض حط كرفس وانتوا حار إذا تحبون نعنى تحطون بما تحطون مثل ما تريدون بس أنا ما حطيت نعنى بس حطيت الكرفس في ناس يخلون نعنى هذا البابريكا الحلو شوي بها وفلفل أسود ملح نرجعت خليت معجون طماطة بعد بي وحطيتها بالطرف وهاسا سوي عجينة هاد العجينة أنا سويتها سا شوية سويتها شوية بعد إلنا أربع خمس عجينة يعني لحم بعجين وبعدين سويتها كمية أكبر للمسا كان عندنا أيض ميلاد بس هذا الكمية قليلة سويتها قريبا يمكن خمس لحم العجينة سويتها بس بهذا النوعاني أحط العجينة شفته الطحين وبعدين الزيت وملح والخمرة خليت مع بعض كلها عجنتها بإيدي لأن هذا كمية قلي وشوي مي دافئ خليت بي بس وبعدين سويت عجينة أكثر للحشوة اللي كان عندي كثير وحطي شوية بعد ماء حتى يكون العجينة شوية العجينة نائمة وحلوة يعني مو قاسي ولا لين يعني عجينة متوسطة عجينة تكون لزن بإيدي شفتها يكون بهذا الشكل وحطيت مكان دافئ وبعد تقريبا 20 دقيقة جيت وشفت العجينة سايرة بس أشوفكم شلون وبعدين رجعت بعدما أكلنا وبعد ساعة جيت سويت عجينة بعد أكثر وللحشو مالتي لأنه كان هواية تقريبا بعدين سويت عدد كبير هسا أشوفكم بالصورة يعني بس أشوفكم الطريقة بس شوبك نفتحها ونسيت أقول لكم عدنا الفائزين بهذه الفيديو وبعد شوية أخلي الأسماء الفائز الأول وطبعا أنا قدتها الفيديو القبل الفائزين الفائز الأول 20 دولار والفائز الثاني 20 ماس كان خطأ فني هو الفائز الأول 50 دولار والفائز الثاني 20 دولار ويطلع بعض شوية الأسماء الشاشة وكل يفوز معنا ما في أحد بدون ما يفوز ويانا كلكم تأخذون الفرصة بس هذه القرعة تعرفون الكمبيوتر اللي يأخذ الأسماء يعني الأسماء يكون لما يقترب هو يأخذون كل واحد يأخذ حقه بس بكل مرة إذا تعملون لايك إذا تعملون جرس هو يجي لكم الفيديوهات الجديدة بس إن شاء الله شوفوا هنا 28 لحم بعجين سويتها مرة ثانية لما ارتاحيت وسويت شكرا لكم